موسيقى موسيقى السلام عليكم معكم فادع تايبي في حلقة جديدة من جديدنا بالألعاب اليوم سنتكلم عن تاريخ سلسلة تشينمو مع الإعلان عن الجزء الثاث للعب تشينمو في معرض E3 الأخير والضجل اللي صحبت ذلك الإعلان يتضح أن لا زال هناك الكثير من المحبين السلسلة طيب وش اللي يميز هذه السلسلة؟ وليش تأخر الجزء الثاث أكثر من 14 سنة؟ من مخرج السلسلة يو سيزوكي أثبت نفسها في الألعاب الأركيد السريعة وهي ألعاب عامة تلعبها عن طريق استعمال العملة معدنية هذه الألعاب سريعة وقصيرة سوت ماركز حول الأكشن لم يخرج سوى لعبة منزلية واحدة في أولى تسعينات على ميغا درايف ولكن في آخر تسعينات قرر صنع لعبة RPG واقعية كتحد له بصنع لعبة طويلة وأبطأ من ألعابها السابقة اللعبة كانت تنزل على جهاز ساترن وهو من جيل بلايستيشن 1 ولكن مع قرب نزول جهاز دريمكاس وقرروا أن اللعبة تنزل عليه ويتقف أثار قاتل أبيه والغموذ ليصاحب الحادثة أحداث اللعبة تقف في الثمانينات أولا في اليابان ومن ثم في الصين على عكس ألعاب الأخرى أنت لا تقوم بحماية العالم من خطر محقق وتملك قوة خارقة معظم اللعبة كان يقوم عليها استكشاف العالم المحيط وتطوير مهاراتك الشخصية وأيضا البحث عن أدلة تقودك لقاتل أبيك مع قتال أشبه باللعاب القتال وبجودة عالية خدمة عملاء السيسي الجديدة عبر الرسالة النصية كلها عليك تسوي ترسل كلمة إنترنت مثلا على 2220 وتحصل على معلومات باقتك للمزيد على التفاصيل أرسل رسالة فارغة 900 اللعبة تبدو بطيئة وحتى رتيبة للكثيرين لكن شعبيتها تأتي مع محاكاتها الواقع ومن كونها من أوائل ألعاب العالم المفتوح ولكن مع عالم يفضل الكثافة على الحجم المشكلة في التطوير أدت لتقسيم اللعبة إلى جزئين ولكن عالم مفتوح وغني أمر مكلف في ذاك الوقت خاصة أن كل شخصية في اللعبة مختلف ولها نظامها الخاص وحوار مع أداء الصوتي منفصل كانت اللعبة خسارة مالية لشركة سيغا خاصة مع مبيعات دريم كاست المتواضعة وخروج سيغا من سوق الأجهزة المنزلية السلسلة لا زالت مميزة بعالمها وطريقة لعبها حتى مع ارتفاع مزينيات الألعاب وانتشار الألعاب العالم المفتوح ولذلك كان هناك دائماً مطالبات من اللعبين بالعمل على الجزء الثالث سيغا لم ترى تطوير الجزء الثالث كقرار صائب اقتصادياً ولكن مخرج سزوق ولذا خرج من سيغا من كذا سنة وأسس شركته الخاصة واستطاع أخذ موافقة سيرية بتطوير الجزء الثالث بنفسه باستخدام منصة دعم الجمهور كيكستارتر استطاع جلب دعم من اللاعبين بقيمة فوق ستة مليون تولار ومع دعم سوني هو الآن يعمل على الجزء الثالث للبي سي والبلايستيشن فور ليصدر نهاية سنة 2017 ما دامت اللعبة ستحافظ على ما حب اللاعبين في الجزئين السابقين فالجزء الثالث تتأمل في إعطاء تجربة مميزة قل لنا وش رايك في لعبة شينمو كان معكم فدع تيبي في جديد نمو الألعاب مع السلامة